إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم دلني على السوق إعداد وتقديم عبدالله البعينين ضيف البرنامج الدكتور أسامى قيس الدريعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقات برنامجكم دلني على السوق هذا البرنامج الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور أسامى بن قيس الدريعي دكتورة في الاقتصاد الإسلامي والعضو المنتدى بالرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة لاستشارات المالية وعضو في العديد من هيئات الفتوى والرقابة الشرعية داخل قطر وخارجها وله عدد من الدراسات والبحوث في الصناعة المالية الإسلامية فمرحبا بك تكتور أسامى حياك الله وبيك شيخ عبدالله دكتور أسامى كنا نتحدث في الحلقتين السابقتين عن مفهوم المال ثم انتقلنا إلى ارتباط الإنسان بهذا المال ودخلنا بعد عن تعريف بسيط لصيرفة الإسلامية وكيف بدأت الصيرفة والمصارف الإسلامية ووصلنا بين الطريق إلى نقطة جدا مهمة قضية ما هي هذه القواعد الحاكمة للمعاملات المالية كيف يمكن اليوم أن أفهم الإطار العام لهذه المعاملات التي تكون في المصارف الإسلامية وما هي القواعد التي ترتكز عليها المعاملات بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياك الله شيخ عبدالله وحيا الله المستمعين الكرام حقيقة هذه القواعد هي القواعد الأساس التي يرتكز عليها الاقتصاد الإسلامي أو التمويل الإسلامي أو الصيرف الإسلامي عموما وهذه القواعد هي مستقاة حقيقة من أصول شرعية من الكتاب والسنة وقعدها الفقهاء بحيث تصبح أساس يتعامل من خلاله كل من ولج الصيرف الإسلامية وبالتالي لا يمكن فهم الصيرف الإسلامية إلا من خلال هذه القواعد ولا يمكن تطبيق التمويل الإسلامي عموما والصناعة المالية الإسلامية إلا من خلال هذه القواعد وبالتالي قسم الفقهاء في هذا الوقت تقسيمات معينة للقواعد هذه فتختلف تقسيماتهم بحسب نظرتي وتصور كل باحث وكل فقيف في هذه المسألة وهذه التقسيمات التي سنتكلم عليها الآن ترجع إلى نوعية هذه القاعدة وتندرش تحت أي حزمة من الحزم وبالتالي عندنا الحزمة الأولى وهي التي يستحق من خلالها البائع أو المشتري أو المتعامل الربح وهذه الحزمة تندرش تحتها خمسة قواعد رئيسة وأهم هذه القواعد وأكبرها وهي المفتاح للتمويل الإسلامي بدون هذه القاعدة لن يكون هناك تمويل إسلامي إطلاقا وهذه القاعدة مفادها أن المعاملات الأصل فيها الإباح أو أن المعاملات الأصل فيها الجواز والصح ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام معناه لو جئنا إلى الفقه مقسم إلى قسمين عبادات ومعاملات العبادات كما تكذل من في المرة الماضية التوقف لا يمكن للإنسان أن يضيف على العبادات أي عبادة خارج النص ولذلك ذكرنا مثال لقول عمرو الخطاب رضي الله عنه لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك هذه بالنسبة للعبادة أما المعاملات خلافها تماما المعاملات كل معاملات المالية جاهزة إلا ما نص الشارع بحرمة معين يعني جاء نص بصورة معينة أحسن أما البقية لا جائزة ولذلك جاءت هذه القواعد أو الأدلة حرمت بعض المعاملات وتركت الباقي وبالتالي أنت أي معاملة جديدة تعرضها على هذه القواعد إذا صلحت في بداية انطلاقها في قضية الحكم العام أحسن إذا هذه القواعد تعارضت مع هذه القواعد أو تعارضت مع هذه الأصول أصبحت المعاملة محرمة إذا لماذا الدكتور الآن ينظرون البعض إلى من يتهم مثلا هذه المعاملات أو شيء منها القديل ويقولون أن الدين الإسلامي ربما جعل هذه المعاملات بدائرة ضيقة جدا وما أباح إلى شيء قليل وبالتالي يذهبون إلى تلك المعاملات المحرمة والناظر في القاعدة الأولى عندنا الأصل في المعاملات الكاملة الإباحة هيا حقيقة هذه مقولة يعني تسول للشخص أن يلجى الحرام لكن حقيقة كل القواعد هذه منطقية لوجيك منطقية تماما تحاكي العقل وتحاكي الفطرة وبالتالي أنت لو تمعان في كل قاعدة وفهمناها ستجد العجب العجاب من كل قاعدة هي تعطيك الحل الناجع لمجتمع راقي مسلم تطبق فيه جميع الأخلاق الراقية لا يتعدى شخص على شخص ولا يتجاوز شخص على الآخر ولا تصل الأمور إلى أبعد من ذلك في الخداع والغش والتدليس وبالتالي لو نظرنا إلى كل قاعدة من هذه القواعد تجد أن هناك مقصة شرعي عظيم جدا جدا يحاكي الفطرة بخلاف العبادات العبادة في بعض الأحيان تعملها وأنت هكذا وجدنا هكذا قدرها الشارع لكن في المعاملات لا تفهم لماذا منع الشارع هذه المعاملة بالذات وما المقصد منها قد يكون المقصد الآن بعيد لكنه الآن تطبقه وبالتالي جمالية المعاملات المالية الإسلامية حقيقة تجد أثرها المباشر في المجتمع لأنك أنت عندما تفهم القواعد وتفهم تعاملات القواعد المالية الإسلامية تطبقها في حياتك العملية وبالتالي هذه القاعدة هي الأساس في المعاملات المالية هي فتحت الباب للمعاملات المأسلحة ولذلك أنت تجد المعاملات المالية الإسلامية تتماشى مع جميع العصور والأزمنة في كل الأوقات في كل الأوقات تجد أن هناك حل شرعي لكل المعاملة ولذلك أنت الآن لو نظرت إلى المعاملات التقليدية هي معاملة واحدة إقراضهم واختراض منذ الأزل منذ أربعمائة سنة فكرتها الأساسية فكرتها إقراض واختراض لكن معاملات المالية الإسلامية لا أبدا هناك عشرات من العقود عشرات من العقود وهذه العقود تتطور مع الوقت مع الزمان تتطور بصورتها لكن تبقى حقيقتها الأصلية كيف تبقى ولذلك يعودون مرة أخرى إلى المسميات الخاصة الدقيقة التي وردت في الكتابة أحسن ولذلك قد تجد أن مثل بطاقات الإئتمان بطاقات الإئتمان هذه لم تكن في عدى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن في عدى الصحابة ولا التابعي وجدت هذه البطاقات الإئتمانية الآن ما هو أصل البطاقات الإئتمانية؟ قد تجدها مرابحة قد تجدها مضاربة قد تجدها قرض حسن أصل المؤصل يعني العقد الذي أنشيت عليه هذه البطاقة الإئتمانية وبالتالي هناك أصل ويبنى عليه بعد ذلك تطبيقات مصرفية حديثة إذن عندنا القاعدة الأولى دكتور وهي الأصل في المعاملات الجواز الصحة نعم هذا يقودنا إلى القاعدة الثانية التي نحتاجها في هذا العقود القاعدة الثانية وهي العقود التي تكون مبناها التراضي على التراضي كل العقود الأصل فيها تراضي الطرفين ليس هناك إجبار لأحد الطرفين على توقيع العقد أو الدخول فيه ولذلك هذه قاعدة مهمة أيضا أنني عندما أنت تدخل معي في تعاقد أنت بكل قواك العقلية ومتفق معي في العقد تماما ولذلك أهم أمر في العقود أن تكون مطلع على بنود العقد وهذه إشكالية كبيرة جدا تحدث في زماننا هذا وهي أن كل العملاء 99.99 لا يعرف ما هي هذه البودة لا يقرأ العقد وبالتالي عندما يأتي إلى البنك الإسلامي يريد هو مستعجل جدا حتى يحصل على المبيل التمويل ويوقع الأوراق ثم لا يعلم ما هو وإذا لا سمح الله تخلف في السداد أو حصت مشكلة أو لا سمح الله أمرا حدا سيلجأ إلى العقد في التقاضي بين الطرفين وبالتالي سيجد أن هناك أمور لم يكن يعلمها إطلاقا لكن هو وقع عليها فهل يعذر بذلك؟ لا يعذر إطلاقا لأنه هو انتقص من حقه انتقص من حقه كيف؟ أنه لم يقرأ العقد وبالتالي يجب على كل المتعاملين أو كل من يريد أن يوقع عقد يجب عليه أن يقرأ ويفهم ويسأل حتى إذا أبهمت عليه بعض المصطلحات يسأل مقابل ماذا تعنون بهذا المصطلح؟ ما المقصود بهذا البند؟ ما المقصود بهذه العبارة؟ لأن هناك عبارات خاصة في العقود الشرعية هناك بعض العبارات تكون نوعا ما ثقيلة في الفهم فتحتاج إلى من يشرح هذه البنود للمتعامل وبالتالي يجب على كل طرف من طرفي العقد أن يكون عالما بتفاصيل العقد عالما بما سيكون في العقد وذلك يحصل التراضي بينهم بعد أن يتفق يحصل التراضي بينهما ويوقع ويدخل في التعاقد وهذه من القواعد المهمة في التعاقد إذن أخذنا في هذه الحلقة دكتور القاعدة الأولى يتعلق بالأصل في المعاملات الجواز والصحة والإباحة القاعدة الثانية التي تكون مبنىها أن هذه العقود مبنىها على هذا التراضي ماذا دكتور عن القاعدة الثالثة وهو كثير من الناس من يدخل إلى مجموعة من المعاملات ويدخل في معاملات مالية معينة لكن يقابله نقطتين إما أن يغرر به ولا يعرف مخابة هذا الأمر أو يدخله بجهالة صحيح للأسف وهذه قاعدة من أهم القواعد كذلك أن كل عقود الغرر كل عقود الغرر الفاحش عقود باطلة والغرر معناه أنك تجهل المبيع أو تجهل تعاقدك على السلعة ولذلك قسم العلماء الغرر إلى قسمين الغرر الفاحش والغرر البسيط الغرر الفاحش الغرر الفاحش هو أنك لا تعلم السلعة مثل بعتك يا عبد الله الطائر فوق بيتي أو بعتك السمك في الماء تعرف حجمه نوعه كمه قدره قيمته ما تعرفها هذا غرر فاحش الطائر الذي يمر كلما طار طيرا فوق بيتي بعتك هذا الطائر فأنا لا أعرف هذه الأنواع ولا أعرف الطيور وأنا أدري كم طير ربما يكون أحسن بعتك سيارتي طيب بدون أن تراها بدون أن تعلم ما هي بدون أن تفحصها هذا غرر فاحش يبطل معه العقل الغرر الثاني الغرر البسيط وهو الذي لا يتجاوز بعضهم قال الغوبن لا يتجاوز 5% وبعضهم قال 10% وهو أن أقول لك يا عبدالله ثوبي أو هذه القطعة حرير 100% لا يمكن أن تكون هذه القطعة حرير 100% لكن هناك بعض الخيوط الجانبية تكون غررها بسيط جدا يعني معفوون عنها ولكن الجملة كاملة هي حرير وبالتالي هذا غرر بسيط مثال آخر أقول لك والله أن عندما تستأجر بيتا تدفع 12 شك كل شك بقيمة شهر صح أو لا جميل والشهر عندنا هو شهر كامل دون النظر والاعتبار إلى أيامه سواء كان 31 أو 30 أو 39 وبالتالي أن تدفع شهر هذا الغرر البسيط في الأيام معفوون عنه معفوون عنه لأنك تدفع لشهر كامل وبالتالي الغرر هو من أهم العقود المهمة لذلك في الحلقة الماضية تكلمنا عن عندما قدمت ورقة إلى الكونغرس كان الغرر أحد هذه القواعد الرئيسية لهم أنه لابد أن يكون هناك أمر واضح واضح جديد عندما أشتري سيارة أعلم مواصفاتها وقيمتها ونوعها وسنة الصنع وكل تفاصيلها وهذا يمنع عني وأرفع عنه أرفع عن المبيع الجهل الكامل للسيارة دكتور قبل أن نتجاوز هذه القاعدة لأننا نستكمل القاعدتين البقيتين معنا في الحلقة القادمة لكن فيما يتعلق بالغرر والجهالة هلأ الآن أنا حينما أقوم بعملية شراء سلعة معينة ثم يقوم البنك بشرائها ثم بيعها مرة أخرى هل أنا مطالب أني أعرف الحديث ما هو نوعه صناعته أي مكان إلى آخر المعلومات الدقيقة أحسن طالما تطرقنا إلى هذه المسألة هذه المسألة يحتاج إلى هذا النوع من التفصيل المتعامل مع البنك الإسلامي عندما يرغب بسلعة معينة يطلبها من البنك فيقوم البنك بشرائها لصالحه يتملكها ثم بعد ذلك يعيد بيعها إلى العميل إعادة بيعها إلى العميل الآن البيء أصبح للعميل إذن لا بد العميل أن يعرف تفاصيل هذا المبيع لأنه المشتري هو الذي ستملك هذه السلعة بعدما يتملكها بطريقة الشرعية يوعز إلى البنك بأن يبيع هذه السلعة له الآن نتكلم عن التورق لأنه المال يوعز إلى البنك بأن يبيع هذه السلعة التي هو يملكها لصالحه فيقوم البنك وكالة عنه ببيعها لصالحه ثم يعطيه المال لاحق أنا في سؤال دكتور لكن لعلى الوقت يداهمون لكن ودي أنك تعلق عليه بشيء من الخلاص كما يقال في قضية حينما يقول البعض أني أنا والله بما أنني أنا أثق بهذا المصرف أو أثق بهذا البنك الإسلامي هل هذا يعفيني من قضية قاعدة الغر والجهالة؟ أنا أثق به وأثق بمعاملاته وواثق أن معاملاته دقيقة 100% صحيحة 100% طبعا هو يثق لا بد أن يثق طالما أنه دخل إلى البنك فبالتالي هذا البنك نحسبهم بإذن الله عز وجل يعني كل البنك الإسلامية على مستوى واحد وقدر من الثقة نعم يثق بهم لكن لا يعفيهم أن يعلم ما الذي سيشتريه هو لأنه هو المشتري هو الذي سيتملك وبالتالي قضية الثقة أمر وقضية معرفته بماذا سيشتري أو ماذا سيحوز أمر آخر لا بد له من أن يعلق بإذن الله شكرا لك دكتور أسامة قيس الدريعي على هذه المعلومات وعلى هذا التوضيح المبسط الجميل القريب من القلف شكرا لك يا دكتور وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام ونلتقي معكم بإذن الله في لقاء قادم مع برنامج دلني على السوق إلى ذلك والحين أراكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلني على السوق إعداد وتقديم عبدالله البعينين ضيف البرنامج الدكتور أسامة قيس الدريعي ترجمة نانسي قنقر